تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع هدير الربيعي هدير نعم محمد إذن يعتمد العراق في الموازنة المالية السنوية على النفط بشكل شبه تام حيث تشكل عائدات النفط العراقي أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية وهو ما طبعا يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في حال انخفاض سعر النفط ويتسبب بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج وخيمة ووفق خبراء فإن ومنذ أكتوبر فإن العام الماضي باشرت وزارة المالية بكتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 والتي قدرت إرادتها مبدئيا ب139 تريليون دينار عراقي بناء على سعر برميل النفط دائرة الموازنة في وزارة المالية عملت على تخفيض عجز الموازنة المتوقع يبلغ 72 تريليون دينار عراقي ووزارة المالية أكدت وحذرت من أن موازنة عام 2020 ستكون الأسوأ في التاريخ وتمثل انتكاسة في الواقع الاقتصادي العراقي ثاني المشاكل في موضوع الموازنة التي يواجهها العراق هو حجم الديون الخارجية والداخلية والتي بلغت حوالي 130 مليار دولار وتم تخصيص حوالي 20 تريليون دينار عراقي من الموازنة لتزديد هذه الديون لهذا حذر اتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من عجز مالي يشل التزامات الدولة ويعرض البلاد لانهيار أمني مجتمعي متهما للحكومة باتباع سياسة مالية اقتصادية بائسة وذلك بسبب سياسة الانفاق التبذيري حسب طبعا بيان النصر الفاسد التي ساعدت بدقول البلاد منطقة الخطر المالي والاقتصادي فالعجز بالموازنة يفوق 50 تريليون دينار وهو بازدياد رغم الرصيد المالي الضخم الذي طبعا ورثته الحكومة الحالية من الحكومة السابقة وأضاعته وفق بيان اتلاف النصر محمد شكرا لك على هذه التفصيلات تدير شكرا